ان احنا بنوفر كل السبل لوزارة السياحة لما تصور تعمل فعاليات هي وكل الوزارات عشان يبقى فيه جذب ولفت انتباه ان فيه احزاف في مصر. تاني حاجة عمل ترويج وتحسين الصورة الزهنية عن مصر عن طريق الاثار هي اكتر حاجة ممكن تحسن الصورة الزهنية لمصر. فعشان كده فتحنا ماتحة في مصر بالتحرير الليلة. عشان كده فتحنا الفرتاري والستي الاول. عشان كده فتحنا اونسي. اهرامات المتاحة المغلقة. كل حاجة من دول لو حسبتها اقتصاديا انا ممكن تكون مش بكسر. ففتحة ماتحة في مصر بالتحرير الليلة. وينزل عدد من الموظفين وافراد الامن والشرطة والكهرباء. لكده مفتحها اشتبقى رسالة امين. فده اللي احنا بنحاول نعمل. اتاني حاجة بنستحدث بقى نظامت حاجات جديدة. نعملنا الاول مرة التصريح السنوية. عملنا الاول مرة لقص الباص بحاجة في العالم كل او مرة نعمل في مصر. لقص الباص وتصريح لمدة خمسة يانا. بيخلي حاملو يدخل ويخرب كيفما يشاء اي عدد من المرات اي اثر او مفتوح محافظة في مصر. محايدة عاملة رسمية. دي موجودة في مدن كتير في العالم احنا اول مرة نعمل في مصر. بالتصريح ده بلد دولار. رقم مش كبير. انا كسبان ايه. انا كسبان لخليه توعد كل قصة طمس ايام. هيركب تاكسي وهيركب تاكسي وهيركب ويبدأ الدول. ويعمل حركة في المكان. تاني حاجة هيفيط من بلد امان. هيعملي دعاية لترائف 1-10. هيدخلي عبلة صعبة. وعملنا نفتاري وسيكي او. وهم كانوا مفتوحين بتصريح لموافق من الوزير. ولازم الشركة يكونوا مفتوحين الوزير وتفتح بعشرين الف جنيه. طبلا واحد وبراط صباح عشرين الف جنيه. فاحنا بدل ما هم عشرين شخصي بعشرين الف جنيه. خلينا كل شخص بألف جنيه. ايه مخسرناش. لكن شجعنا اللي يخش الواحد يدخل الواحد. احنا بيعنا في اول عشرين يوم تائما الف تسكين. خلاص. فدي حاجة مهمة احنا بنحاول ان احنا بنعملها. عملنا التصريح السنوية. يدي برضو اول مرة تاني بالمصر. عملناها للمواطن المصري والعربي بربعمائة جنيه في السنة. ده قليل. بس انا لو نجحت ان نخلي مواطن مصر يروح اربعين اثر في السنة. اللي هو بربعمائة جنيه سعر الفزكرة. انا كسبان ان احب الاثار ولا مط بالاثار. اه بنحاول ان احنا كمان عدلنا لاحية التصوير السينمائي تماما. عملنا النظام بقاط زي العالم كله. الاول كان بالساعة. مش حد بيعرف الصور بالساعة. فكالناس بتبدايق جدا من انا وتمشي. عملناها باليوم وبالاسبوع وبالاسبوعين وبالشهر. الشهر لو هو سينما اجنبية بمية وخمسين الف جنيه. يعني الشهر قل من عشر تلاف دولار. خلاص? ومش كده بقى كمان. تقول عادي صور في الصحرة في صحرة سقارة. خمسين كمية طويل. طب كنت بفتح بالليل بعشر تلاف جنيه الصهرة. خليتها خمس تلاف جنيه. كل ده. طب لو هو سينما مصرية. الشهر بخمسين الف جنيه. يعني بيوم بألف وستمائة وخمسين جنيه. يعني ارخص من اي حتة لوكيشن هيصور فيها في مصر. طب ليه بعمل كده? من خسران للأول جات اغلب. عشان يجوا يصوروا في عملي دعاية. فاكرة طبعا من بلاد تانية عملت افلام ومسلسلات. جابت سياحة كديرة جدا بانها خفضت اسعار السنين. فده اللي احنا ايه بنعمله.